احلا احلا دكتور تفضل تفضل يا والله نورت شكرا شكرا سيد اسلام مع انك كافر بس بيضل فيك شوية نور اكتر من المشركين دكتور وبيضل لسانك بيلفز بالسمو لك يا بني ادم امتى بدك تحسن الفاظك الحق يقال دكتور ما فيها شي يا اخي وشو هالبارود هاد سيد اسلام عم تطلع السيد اي اي دكتور عم بتصياد وشو عم بتصياد غزال لا لكان شو طيور طيور هواية حلوة هاي الهواية ما رح تكون موجودة بتجنة مشان هيك من مارسها هلا على الارض ايه بعرف ما في داعي تخبرني بتجنة تبعك ما في الا هواية وحدة ايه ايه دكتور وبعدين الطيور بتجنة على اشكالها تقع بتقع على حالها بدون شفت كيف هيك؟ معقولة؟ ايه والله دكتور بس يطلع فيها المؤمن بتوقع ليش عيون المؤمن فيهم اشعة ليزر؟ يا حرق حريشة كيه دكتور بتصدق ما خطر على بالي الليزر؟ معقولة جدا خبرني كيف طيور الجنة بتوقع من نظرة واحدة؟ ما بعرف بس بعرف انها بتوقع ما كتوب بالقرآن الكريم انه الله بيعطي المسلمين بتجنة حوريات حسنوات ايه هاي فهمناها حكيتني عنها اشي كتير غير هيك مثل شو؟ بيعطيهم الخمر ايه وغيره؟ ولازم المسلمين ياكلوا يتغذوا منيح ومشان هيك عطاهم الله فاكهة مما يتخيرون ولحم وطير مما يشتهون ايوه والله امر لطيور بتجنة انه بس المؤمن يطلع فيها بتنزل لوحدها نيالك يا اسلام راح يكون عندك كل يوم بارتي نسوان وخمر وفاكهة ولحم طيور ايو والله يا دكتور عن كعب قال فاذا اشتهى المؤمن منها شيئا يعني من الطيور اتاه الطير حتى يقع بين يديه فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء تأكلها من بره ومن جوه وبترجع بالطير ايه دكتور ايه والرسول صلوات ربي عليه بيقول حتى اذا اكلت الطير كله وما خليت منه شيء الا العظام الاعظام نفسها راح ترجع تتجمع ويطير الطير وراح تاكلوا الطيور نية دون شوي ولا طبخ لا دكتور لا عن عبدالله بن مسعود قال قال لي رسول الله انك لتنظر الى الطير في الجنة فتشتهيه فيخروا بين يديك مشويا واو الله راح يشويها ويقدمها الكم وانت طبعا مصدق كل هالحكيات كيف لكان دكتور معقول نجاهد ونستشهد ونحن مش واثقين بكلام الله ان شاء الله نفكر الشغلة شوربة دكتور الله يثبتك يا عقل العقل ثابت ثابت باذن الله دكتور ولك يا بني آدم بالصحراء على ايام الرسول ما كان في بارود حتى الناس تستعد الطيور والناس كانت تتمنى انها تاكل لحم طير ومش ملاقية ومشان هيك الرسول فتح شهيتكم على طيور الجنة مشان تستشهدوا في سبيل القضية قصدك انه الرسول مخادع لا تقولني ما لم اقل يعني ما في طيور بالجنة لا طيور ولا ضراب السخل اما بهم دكتور المهم الحوريات الحسنوات موجودات اشتركوا في القناة